أيضاً الدم ومشتقاته أو الحؤن الملوسة ما بين المدمنين تنقل لتنين أيضاً من الأم للجنين بردك تنقل لتنين إذن بالنسبة لانتقال المرض نفس الطريقة ما بين النوع الأول والنوع الثاني ما الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم أن النوع الثاني يبقى أقل في التطور يعني عدد الفيروسات الموجودة في المليمتر المكعب تبقى أقل وبالتالي نشاطه أقل وأيضاً بالنسبة لسرعة العدوى من شخص لشخص أقل يعني هو يعتبر أطأ من النوع الأولاني وفي نفس الوقت هذا المريض عندما يأتي له H.I.V من النوع الثاني يعيش أطول من النوع الأول تثبت الوفيات أقل من النوع الأول تثبت الوفيات أقل من النوع الثاني تثبت الوفيات أتفtir بك Saint Peter تثبت الوفيات أقل من النوع الثاني بإمثارische مريضة سارات نقل من النوعовых